دعا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر إلى توحيد الجهود لتعزيز تماسك الجسم الصحفي وتطويع الاختلاف وجهات النظر إيجابيا بما يعود بالنفع على تطور العمل الصحفي والإعلامي جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر الإقضبية صباح اليوم لعدد من رجال الصحافة والفكر والإعلام ومجلس إدارة نقابة الصحفيين البحرينية وذلك في سياق اللقاءات التي يحرص عليها سموه مع النخب الفكرية والصحفية وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن صحافتنا الوطنية حملت مشاعر النور في المجتمع وأسهمت بفاعلية في دعم جهود البناء والتنمية التي قادتها الحكومة في مختلف الميادين مشددا سموه على ضرورة وحدة الكلمة والموقف بين مكونات العمل الإعلامي والصحفي فلا مجال اليوم الاختلاف أي من أركان العمل الوطني وسط التحديات التي تطوى علينا بصنوف متعددة وقال سموه إنما يهمنا اليوم أن يكون الجسم الصحفي قويا ومتماسكا ومهمة ومهما اختلفت التسميات والمؤسسات التي تحتضن العمل الصحفي يجب أن لا نختلف على التلاقي على منصة وطنية واحدة لتحقيق الرسالة النبيلة للصحفة ونوها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لدى لقائه بنقابة الصحفيين البحرينية الذين كانوا ضمن الجمع الصحفي والفكري الذين التقاهم سموه صباح اليوم بأن تعدد المؤسسات التي ترعى الحقوق الصحفية أمر صحي متى ما كانت جهودها مجتمعة وتصب في اتجاه تحقيق المزيد من المكتسبات والاستقرار للعاملين في الصحافة والإعلام وحث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الصحفيين وكتاب الأعمدة إلى التوعية بأهمية الكلمة والتأكيد على عدم استغلالها لبث الفرقة بين أفراد المجتمع وبخاصة في ظل التأثير المتنامي لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها البالغ على النسيج المجتمعي لافتاً سموه إلى ضرورة تطويع التقنية الحديثة في الاتصال كونها فضاء مفتوحاً للكلمة لا يحدها أي حدود في توحيد الصف والتعريف بالجوانب المشرقة في مجتمعنا وفي مسيرتنا التنموية وعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن تقديره واعتزازه بالدور التنويري لرجال الصحافة والإعلام مشيداً سموه بالمستوى المتقدم للصحافة البحرينية وما يقدمه كتابها من آراء وتحليلات تتناول مختلف القضايا الوطنية وتطرح ما يفيد عمل أجهزتها المختلفة ويسهم في تطوير الأداء ومساندة جهود التنمية في كافة القطعات وحثى سموه على الاستفادة من أجواء الحرية التي تتمتع بها المملكة وما تتيحه من فضاء واسع لإبداء الرأي والنقاش الحر حول مختلف القضايا التي تعزز من ترابط أبناء شعب البحرين ويجمع كلمتهم وقد رفع الأستاذ طارق العامر رئيس نقابة الصحفيين البحرينية عن خالص الشكري وعظيم التقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم سموه المتواصل للعمل الصحفي وفتح سموه دائماً المجال أمام حرية الكلمة والدعوة المستمرة لتقييم العمل الحكومي فالصحافة من منظور وطني يهدف إلى البناء والتقدم فيما أكد الأستاذ سيد زهرى نائب رئيس النقابة أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وفر الصحافة الأجواء التي تحفز منتسبيها على مزيد من البذل والعطاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر